حتى لو بدنا نترك ورانا ضحايا كتير رح نلجح بهاي المهمة وما رح نتراجع من اللي أكل الصحر؟ يعني ما في غير اتنام بها البيت بيحبه يا أما ماما؟ يا أما لحظة بس ما تكوني عم تفكري تقطعي الأكل؟ لا ليش؟ أنا ليش بدي قطع الأكل؟ أنا ماني متزوجة شكله في حدا مخبي سر علينا ونحنا لازم نعرف رح نعرف الحقيقة عن قريب تعي اختي تشعفي؟ صرلك زمان عم تشتغلي خدي هاي الأكل أنا عملتها كلي واحدة من إيدي ديشا ما فيني كيف بدي أكل أنا وعم أمسح؟ يا أختي دوقي بس قطع لأنه كتير طيبين بس وحدك كرمالي ديشا رجاتي وسختي للأرض أنت وراكدة وراي للطعميني شافي شافي خدي من إيديها الغراض على البراد عم تمسحي الأرض؟ خلاص أنا رح أخدهم من وين فيني أمرو؟ أه أمي من وين ما بدك؟ ماما؟ أكيد أنت ما أكلت شي من الصباح؟ ما صح اللي حط لأمي بتمي بالأول رحت لأجيب غراض وبعدين رحت عالمغسلة هلأ بتدبل الخضرة بسرعة خليني حطهم بالبراد وبجي بدوء معناها هالسنة أمي مو قطع الأكل أنا بعرف منيح يا بنتي ليش أنت ما بدك تقطعي الأكل هالسنة؟ بس أنت إذا بدك تقطعي الأكل رح تكوني الوحيدة يا بنتي اللي عم تقطعي الأكل كرمال مصلحة أبو ما كتير بيهمني إذا مهيني قطع طويلة لأنه قطعي الأكل ما رح يغير شي بحياتها معقول اللي حلمت فيه كلها سنين يتحقق اليوم بتمنى يكون صار شي خلّة بنتي تقطعي الأكل بهاليوم كمان خبريني شو عملتي؟ عملت هاي الأكلة؟ عن جد؟ طيب أعطيني لدوءة إيه دقيقة و بتكون عندك أكد هاي الرسالة منيها هلأ إذا حدا شافها رح تصير مشكلة آسفة ديشة مباشرة وقعوا على الأرض كيف بدت دوء نأمي هلأ؟ بسيطة هلأ منعمل غيرهم شبك يا قاشا بتضلك مستعجلة؟ لازم تديري بالك أكتر رح ساعدك بتمنى تكوني أقناعتي ديشة و تشافي يجوا عالغدا أنا رح أسبقكم حاولوا تكونوا بالمطعم عالوقت ستي أنتي ليش عطول بتظلي قاعدة لحالك هون؟ أنا ما بحب شوفك هيك أنا بعرف أنتي لساتك كتير مزعوجة لأنه الخالة أبرجيتا وبناتا مو قاعدين معيك حتى أنا مزعوجة كتير لأنه نعايشين بعيد عنه بس أنتي لا تعقليهم أنا هون ورح ضبط كل شي متل ما بدي صدقيني نحنا رح نرجع عائلة كبيرة ونعيش كلنا تحت سقف واحد بقلب هذا البيت وأنا رح عمل كل شي بقدر عليه لا يصير هالشي تعرفي أني أبوه بس مو مسموح أخذ أي قرار بتعلق فيه تعرفي أنا بدي خبرك سرستي بس ما تقولي لحده بصراحة أنا اليوم عازمي إخواتي لتلاتي عالغدا وخبرت بالمشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة